تبدأ قصتنا اليوم عندما كان أحد سائق الأجرة يقود سيارته عائدا إلى المنزل في إحدى ليالي الشتاء الباردة بعد استمراره بالعمل حتى ساعة متأخرة كان الطريق خاليا من المارة والسيارات حين لمح فجأة فتاة شابة وهي تسير بمفردها على جانب الطريق لكن ماجرى بعد ذلك كان أقرب إلى الخيال من الواقع كانت الفتاة تسير وحيدة وترتجف من البرد عندما طلب منها سائق الأجرة أن يوصلها إلى منزلها صعدت الفتاة إلى سيارته وجلست في المقعد الخلفي بعد أن أخبرته بأن منزلها يقع إلى الشمال من البلدة ظلت الفتاة صامتة بدت غير مصغية لأحاديثه فلم تنطق بحرف حتى قالت بصوت خافت لقد هطل الثلج مبكرا هذا العام بدى صوتها غريبا أشبه بالهمس ولم يدر السائق هل هي تحدثه أم أنها تكلم نفسها وحاول أن يتبادل معها أطراف الحديث وفي هذه الأثناء كانت السيارة تمر بمحاذاة المقبرة فصرخت الفتاة فجأة وقالت بنبرة قوية قف هنا فتوقف الرجل بسيارته وقد أصابه فزع شديد وراح يتلفت حوله ليعرف ماذا حدث فانتبه إلى أنه يقف بجوار بوابة المقبرة وتساءل بدهشة هل تريدين النزول هنا إنها مقبرة لكن لم يأتيه أي رد من الفتاة وحين نظر نحوها بالمرآة أصابه الذهول لأن المقعد الخلفية للسيارة كان خاليا تماما لقد راحلت الفتاة اختفت بالرغم من أنه لم يسمع باب السيارة وهو يفتح أو يغلق لنزولها ولم يدرك الرجل ما حدث إلا في صباح اليوم التالي حين روى الحادثة لبعض زملائه من سائقي الأجرة فأخبره هؤلاء بأن الفتاة هي ماري الفتاة الشبح ذات الرداء الأبيض وماري هذه فتاة تعرضت للدهس من قبل سيارة مسرعة وقد فر السائق بعد ذلك تاركا إياها تلفظ أنفاسها الأخيرة على قارعة الطريق فقد ظلت جثة ماري ملقاة في الشارع حتى فجر اليوم التالي ودفنت بنفس ثوب السهرة الأبيض الذي كانت ترتديه ساعة موتها في مقبرة قديمة تقع بمحاذاة الطريق العام تدعى مقبرة القيامة كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم نراكم إن شاء الله في قصة جديدة